أهلا بك أستاذ ياسين بداية ما دلالات تكرار استشهاد القادة في الجيش خصوصا استشهاد عبدالرب الشددي في مارب وأيضا ما تلاه من اغتيالات واستشهاد للقادة كيف تقرأها أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا نعزي أنفسنا ومشاعب اليمني بهذا المصاب الكبير وهذه الخسارة الكبيرة جدا التي حدثت اليوم في استشهاد أحمد سيف اللواء أحمد سيف اليافعي الذي كان أحد القادة الميدانيين البارزين في الجيش اليمني بما يمتلكه من خبرة قتالية وخبرات تدريبية مهمة خبرات عسكرية اكتسبها على مدى عقود من عمله في السلك العسكري لا شك أن اليافعي هو أحد أبرز من يقاتلون في معركة المخى تحت مظلة الشرعية وتحت مظلة الوحدة اليمنية وهناك كان دائما يتحرك ربما بدون أي تغطية بينما هو هدف ثمين بالنسبة لخصومه وبالنسبة لجيش المخلوع صالح والحوثيين طبعا هذا ملفت للنظر الآن أنه كيف يستهدف قائد في معركة بهذه الخطورة ويصل إليه أو تصل إليه نيران الخصوم هذا لا شك وأنا في تقديري أن تغطية التي كان يستحقها هذا القائد في الميدان لم تتوفر بالشكل الكافي بطبيعة الحال هناك جهد استخباراتي لا شك هناك خيانة تمت حتى حدث ما حدث هذا اليوم خصوصا وأن هذا الحادث يغطي على إنجاز عسكري مهم جدا حققه الجيش الوطني متمثلا في استعادة منطقة جبل النار وهي المنطقة الأهم بعد تحرير مدينة المخا فهذه المنطقة تقع إلى الشرق من المدينة من مدينة المخا والسيطرة على جبل النار يسهل الوصول إلى المناطق العسكرية ذات الأهمية الأخرى مثل معسكر خالد بن الوليد مثل مفرق المخا ولهذا أنا أعتقد أن استهداف اللواء اليافعي كان بالنسبة لخصومه إنجازا عسكريا بحد ذاته لأنه غطى على هذه المعركة وعلى هذه الإنجازات المهمة التي تحققت اليوم برأيك ما هي الأسباب التي تجعل مواقع القادة عادة مكشوفة للميليشيا؟ ليس هناك من مبرر بأن تكون مكشوفة عادة في منطقة باب المندب استهفى قادة عسكريون منهم قادة بارزون في التحالف لكن كان هذا عبر صواريخ باليستية ما يحدث اليوم هو أن استهداف هذا القائد البارز في المعركة كان عبر صاروخ حراري وصاروخ الحراري معروف بدقته في استهداف المدرعات وهذا يعني أن هناك إحداثيات تسلمها من قام بهذه المهمة للأسف الشديد ربما أحيطت حركته بأقل من الحذر لم تكن هناك عملية الدعم الليجستي يفترض أن تشمل فيما تشمل حماية القادة العسكريين البارزين لهذا هذه ثغرة سيظل يعاني منها الجيش الوطني خصوصا وأن اليافعي في هذه المعركة خسرته كبيرة لأن معظم المقاتلين في هذه الجبهة هم حديثي العهد بالقتال ودربتهم في القتال أقل لهذا كان وجوده في صلب المعركة مهما ويقدم إسنادا حقيقيا لكن على الرغم من هذه الخسارة أنا أعتقد أن الإنجاز العسكري الذي تحقق اليوم سيجعل المعركة تستمر قدما وستتحقق المزيد من الأهداف لصالح الشرعية في هذه النقطة أو في غيرها في هذه النقطة معنى برأيك أنت كيف هل ستؤثر هذه الحادثة على سير المعركة في الساحل الغربي ما أن عكاسات هذا الاغتيال برأيك هو لا شك أن السشهاد اليافعي خسارة كبيرة لكن في المنظر بعض الاستراتيجي أعتقد أن خسارة قائد لا تعني خسارة المعركة في كل الأحوال لهذا سيجري تعيين شخص بديل له وسيكون متواجد في صلب المعركة لكن أهمية هذا الشخص أنه اكتسب خلال المراحل الماضية كما قلت خبرات قتالية مهمة كونه شارك في معارك في بالغة الأهمية والحساسية ابتداء من باب المندب وانتهاء بالمخاء فاستشهاده بمثل خسارة حقيقية هذا بالإضافة إلى كونه طبعا أحد الأدرع المهمة للرئيس عبد الربو بنصر هادي في هذه المعركة خصوصا وأن هناك الكثير من القدال يدور حول المعاركة التي تدور على السحر الغربي غطاءها السياسي أهدافها وغياتها النهائية لهذا كان وجود أحمد سيف اليافع يعتقد من المؤشرات المهمة على أن الدولة الاتحادية هي التي تخوض معركة تحرير حقيقية في هذه المنطقة أتمنى بطبيعة الحال الجيش الوطني لديه فيه الكثير من القادة الذين يمكن أن يكملوا المهمة